مرحبا مواليد برش العذراء معكم كارمي شماس كيف بدي يكون شهر ديسمبر كانون الاول سنة الالفين واتنين وعشرين شوفي عنا بهذا الشهر هذا شهر انا بعتبره بالنسبة للكون شهر امهم بنوع ما حسب منتو كيف بتاخدو الاهمية الوقت بيبدأ بشكل متعب شوي وبينتهي بفرحة يعني هذا الشهر اللي انا بقسموه متل العادي الى جزئين الجزء الاول متعب الجزء التاني فرق كتير بالاول والتاني الجزء التاني رح بيكون ممتاز لمواليد برش العذراء ماذا يتميز شهر شهر ديسمبر الجزء الاول او كل الشهر كل الشهر يتميز اول شي في عنا فول مون امر مكتمل في برش الجوزاء يعني في عنا مواجهة بين الامر والشمس وانتو موجودين بالنص فباكن تنتبهوا لهذه القصة لهذا الامر المكتمل وفي عنا امر جديد بتاريخ 23 ديسمبر الامر المكتمل بتاريخ 8 الامر الجديد بتاريخ 23 ديسمبر ببرش الجدي وهذا امر رائع جدا بالنسبة لكم ولازم تنتروا في هذا الشهر بيترك المشتري هذا حدث فلكي كتير مهم بيترك المشتري برش الحوت المشتري برش الحوت ساعتكن كتير 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 مع انو منو برشكن لكن سهل كتير امور وساعتكن تلاقيوا اجوبة وتلاقيوا عقود او عقد كونترا عرض معين راح يترك برش الحوت بتاريخ 20 ديسمبر وبروح لبرش الحمل البيت الثامن يلي ايضا معولي يساعدكن راحكي عن هالامور ها بتوقعات سنة 23 و20 فصل الشتاء يبدأ منتصف ليل 21-22 وهيدي فرحة كتير كبيرة لالكن لانو راح ترتاحوا الشمس راح بتصير ببرش ترابي بالبيت الخامس عنكم ببرش الجديد خلونا نبلش لكن مع تفصيل هذا الشهر ولازم طبعا ترجعوا تسمعوا الفيديو لانو في معلومات مكدسة كتير حلوة وكتير كتير مهمة مشان هيك ترجعوا بتتابعوني مع الابراج اليومية والاسبوعية لتاخدوا تفاصيل اكتر اول شي الجزء الاول الجزء الاول من تاريخ واحد لمتصف ليل 21-22 الشمس موجودة كل الوقت ببرش البيت الرابع بمربع مع برشكم ببرش القوس عنا عطارد موجود اول ستي ايام ببرش القوس كمان بمربع عنا زهرة موجود اول تسعة ايام ببرش القوس عنا فول مون امر مكتمل في ببرش الجوزاء البيت العاشر بشكل وربع مع برشكم من اعلى نقطة بالدائرة الفلكية لحسن الحاصفي عنا المشتري يمكن يسهل بعض الامور الحلو انه في عنا اورانيوس وبلوتو بيساعدوا شوي لكن ما كتير تشدوا ايدكم اذا بمجملة هي فترة متعبة فترة متعبة فترة ضاغطة وهذا الامر المكتمل في ببرش الجوزاء عم بيقلكون انه ما تحطوا ايدكم بماي باردي بتكون تشتغلوا بتكون تركزوا في تركيز في شغل حتى ولو ما عم بتعملوا شي رح بتلاقيوا انه حياتكم اليومية روتينية متعبة وضاغطة ومتقلبة لسبب من الاسباب لعدة اسباب او ما شابه لذلك في احتمال انه موليد ببرش العذراء يشعروا انه تعبانين شوي مضوط على امرهم شوي والظروف منها الادة مريحة خاصة في الايام الاقل حتى فبتكون تنتبهوا بتكون تبعدوا عن مشاكل العائلية بتكون تبعدوا عن مشاكل شخصية بتكون تبعدوا عن اثارة المتاعب اذا طلعت مسألة صغيرة ما تخلوا متولعوها طفوها طفوا النار مش وقت تعملوا مشاكل لانه كله رح بيأثر على كله كله رح بيأثر على كله خاصة في الايام الاقل حتى لحسن الحظ انه يمكن الزهرة رح بيساعد شوي والمشتريء لكن انه شوي شوي ما كتير انه مشكلوا صحتكم انتبهولا لأهلكم انتبهوا لحالكم ايضا لولادكم العيالكم بعض موليد برج العذراء يمكن يكون عنده امتحانات مهمة او يكون عنده انظار في كتير مهم تحت تأثير الفول مون ببرش الشوساء يعني يمكن العشرة ايام الاولى نذهب الى الجزء الثاني الجزء الثاني يبدأ منتصف ليل 21-22 لما الشمس تذهب الى برج الجدي هنا ترتاحه كليا 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 مثل الى الشتاء من الشتاء من الشتاء من الشتاء وراكد راكد يفوت على البيت وخي لا يوجد شتاء يرتاح الشمس تكون موجودة برج الجدي عطار برج الجدي الزهرة برج الجدي بلوتو برج الجدي ورانوش ببرش الثور وفي عنا امر جديد في برج الجدي بالبيت الخامس يعني فيه احتمال يكون فيه عنكم فرح يكون عنكم نجاح يكون عنكم انفراج يكون عطلة جميلة جدا يكون فيه تغيير ومفاجأة سارة لالكم عائلية وولاد يمكن مهنية يمكن شيء اجتماعي من اجمل الفترات من فيها تكون من عيد بلادكم هلا يمكن فيه تشرين الثاني نوفمبر طلع لكم شي حلو لكن فترة ممتازة جدا بانتظاركم انا بعتبر الجزء الثاني من اجمل الفترات استفيدوا منها لتقطعوا وتزبطوا وتخلصوا كل شي ما ظابت بالواعق بالتنين وعشرين لحتى تنتقلوا بشكل مريح لسنة ثلاثة وعشرين اذا بتنقوا الايام الاكثر حظا تنقش معكم 200 بالمئة خلينا نقلكم مني الايام الاكثر حظا لحتى تتابعوه طبعا متل ما قلت بكرر معلومات كتيرية بكم ترجعوا تسمعوا الفيديو تاريخ ثلاثة عفوا تاريخ اتنين ابتداء من الساعة 11 صباحا توقيت العالمي يعني واحدة ظهر توقيت بيروت حتى مساء تاريخ اربع يعني اتنين تلاتة واربع عندنا تاريخ حلو هو تاريخ 11 عفوا 11 المساء الساعة 5 ونص المساء توقيت عالمي فرق ساعتين عن بيروت زيادة اذا تاريخ الحلو هو 11 المساء 5 ونص تاريخ 12 تاريخ 21 تاريخ 22 فقط حتى الساعة 10 وربع صباحا توقيت عالمي وعندكم تاريخ حلو هو 31 رائع جدا الامر موجود ببرجكن رائع جدا اخر يومين بسنة 2022 ولا احلا من هيك منروح للأيام الأقل حظا تاريخ واحد وتاريخ اتنين حتى الساعة 11 صباحا توقيت العالمي هلا تاريخ اتنين تاريخ اتنين تاريخ اتنين تاريخ اتنين تاريخ اتنين تاريخ اتنين حتى الساعة 11 صباحا توقيت العالمي هذه فترة صعبة من اقل الايام حظا من اقل الايام حظا هي فترة قليط الحظ من اقل الايام حظا انتبهوا يمكن ماشي يزبط خلال هذول اليومين منروح لتاريخ تاريخ تسعة ساعة وحدة توقيت العالمي عشرة 11 فترة متعبة انتباه لستة فترة متعبة اتنين وعشرين ابتداء ساعة 10.04 صباحا توقيت العالمي تاريخ تاريخ المواليد بالنسبة للمواليد الأكثر حظاً 20 و 21 سبتمبر هدي من كوكب بلوتو من أورانيوس 8-19 سبتمبر الزهرة رح يحطي تقريباً جميع مواليد برش العذراء حظ والمشتري رح يعطي يساعد مواليد 20 و 21 سبتمبر بدي أتمنى لكم شهر موفق نلتقي ضروري مع الأبراج اليومية والأسبوعية للمزيد من التفاصيل لأن هذا الفيديو ما بيساعد بعد أكثر قد ما فيه معلومات إلى اللقاء باي باي